نعم محمد الغارات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي متواصل على محافظة رفح وعلى جميع محافظات قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة في جميع المحافظات فقد نفذت الطائرات الحربية فجر اليوم غارة على أحد المنازل في منطقة الشابورة وسط محافظة رفح أصفرت هذه الغارة عن استشهاد طفلتين وإصابة العشرات بجراح مختلفة وتم نقل جثمين الشهداء والجرحى إلى مستشفى أبي يوسف النجار والمستشفى الكويت التخصصي وأدخلت العديد من الإصابات إلى غرف العمليات في محاولة لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين أيضا سبق هذه الغارة يوم أمس غارة أخرى استهدفت تجمع للمواطنين في منطقة الحشاشين غربي محافظة رفح وأصفرت هذه الغارة أيضا عن استشهاد سيدة وطفلة وإصابة عدد آخر من المواطنين ووصلت جثمين الشهداء والجرحى إلى مستشفى أبي يوسف النجار أيضا وسبق هذه الغارة استشهاد أيضا 12 مواطنا في قصف إسرائيل على استهدف أحد المنازل في منطقة موراج شمالي الشرقي محافظة رفح وإصابة العشرات بجراح مختلفة إذن العدوان الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية متواصلة على محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة في ظل استمرار هذا العدوان لليوم الثالث بعد المئة في ظل استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية والطائرات المسيرة في جميع أنحاء محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة أيضا محافظة خان يونس كانت مصرحا لعمليات الجيش الإسرائيلي فقد استشهد 13 مواطنا في سلسلة غارات إسرائيلية على محافظة خان يونس وخاصة على منطقة الحي النمساوي غربين المحافظة أصفرت هذه الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 13 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة وتم وصول جميع الشهداء والجرحة إلى مستشفى أبيوسف النجار أيضا صباح اليوم تم انتشال جثامين 7 الشهداء من مدرسة طارق بن زياد كان الجيش الإسرائيلي قتلهم في وقت سابق وتم وصول جثامين الشهداء إلى مستشفى ناصر الطبي أيضا مدينة غزة والمحافظات الشمالية كانت مصرحا لعمليات الجيش الإسرائيلي أبلغنا بوجود عدد من الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على تلك المناطق ولم نبلغ حتى الآن عن إحصائية أعداد الشهداء والجرحة لكن وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها قرابة 160 شهيدا وإصابة أكثر من 320 آخرين بجراحة مختلفة وتم نقل جميع الشهداء والجرحة إلى مشافي قطاع غزة أيضا لليوم السادس على التوالي لا يزال قطاع غزة معزولا عن العالم في ظل انقضاع خدمات الإنترنت والاتصالات وهذا سيعيق الوصول إلى أماكن الغارات والقصف الإسرائيلي وسيرفع عدد الشهداء في ظل ارتفاع العداد نتيجة الغارات الإسرائيلية على محافظات القطاع أيضا سيصعب من وصول الناس لبعضهم البعض للإطمانان على بعضهم البعض نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي إذن أوضاع صعبة وكارثية جراء أيضا استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لليوم السادس على التوالي